مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي الساعات اللي فاتت قعد مع كريم ندفد اللعب الفريق اللي كان معار في فيوتشر تكلم معاه في بعض الامور الفنية وقال له انه خلاص حسم امره انه يكمل مع الفريق مارس الكولر قبل كريم ندفد انه الامور محسومة وان كريم ندفد مكمل مع النادي الاهلي والاهلي لن يعيره مرة اخرى مارس الكولر بنفسه قال له انا محتاجك معايا في الفريق نحاة تانية ودي بقى ممكن تبقى مفاجئة بعض الشيء الامور كانت محسومة بالناس بقى صلاح محسن حضراتكم سمعتوا هذا الامر كتير وسمعتوا مني كمان كلنا كل الناس كلمة عن صلاح محسن خلاص حسم امره لأنادي الاهلي ساعات اللي فات مارس الكولر برضو تكلم مع صلاح محسن اللي كان معار لي سيراميكا كليوباترا وقال له وشرح له بعض الامور الفنية اللي عايز مارس الكولر يشوفها من صلاح محسن الفترة اللي جاية في معسكر الاعداد عشان يطورها في اداءه واحنا عارفنا ان مارس الكولر مدي صلاح محسن مهلة مهلة في فترة الاعداد لو نفذ المطلوب منه ولو نفذ الحاجات اللي عايزي طورها في مارس الكولر هيشتغل وهيكمل مع الفريق لو ما اتطورش لو ما عملش الملحوظات اللي الهاله مارس الكولر ممكن النادي الاهلي يعيره مرة اخرى قبل غلق باب الانتقالات اذا فالامور بالنسبة صلاح محسن هي مش محسوها مية في المية بس صلاح وكريم ندفت دلوقتي مع النادي الاهلي ودخلين المعسكر عادي هيخش المعسكر الاعدادية عادي جدا بعد الاجازة بس كريم ندفت مكمل مية في المية صلاح اللي ايه الامور عنده هو صلاح محسن ماشي